موسيقى مساء الخير يترى ما هو سر الاهتمام المبالغ فيه جدا برسائل البريد الإلكتروني للسيدة هيلاري كلينتن بعد أن أصبحت متاحة للجمهور على موقع الخارجية الأمريكية منذ 7 أكتوبر الماضي هذه رسائل لم تحمل جديدا يذكر ربما حملت بعض التفاصيل المهمة لكن المضمون الأساسي ليس جديدا وأبرهل لكم على أن مضمون هذه الرسائل قديم ومعروف للقاسي والداني وسائل الإعلام المختلفة ركزت على مجموعة من الأضايا الرئيسية واحد أنه الولايات المتحدة دعمت جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورات الربيع العربي اثنين أنه قطر لعبت دورا نشطا في محاولة للإطاحة ببعض الأنظمة العربية ودفع جماعة الإخوان المسلمين لتحل محل هذه الأنظمة واعتمدت في ذلك على وسيلتين الأول قناة الجزيرة والثاني أموالهم الطائلة هل كنا في حاجة لوثائق للتأكد أو لمعرفة هذه الحقائق؟ الحقيقة لا لأن هذه المعلومات هي متاحة في الوسائل والمصادر العلنية ولا تحتاج لوثائق سرية لإثبتها وأعطيكم مثال واحد على ذلك الرسائل الإلكترونية التي تم الاستشهاد بيها لإثبات هذه المعلومات هي متاحة على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيري كلينتن نفسها في كتابها في 2014 كتبت أو أصدرت السيدة هيري كلينتن كتاب اسمه مذكرتها عن فترة توليها وزارة الخارجية من 2009 ل2013 وقالت فيه مضمون ما جاء فيه هذه الوثائق السرية قبل ما أقول لكم هي قالت إيه؟ عاوز أديكم فكرة صغيرة عن كتاب هاري تشويس ده كتاب صدر في 2014 من يقرأه وهو كتاب متاح PDF مجانا على الإنترنت ومتاح هارد كوبي في مكتبات كثير من الدول العربية كتاب بسيط جدا واضح أن السيدة هيري كلينتن حين كتبته كان في ذهنها أن لديها طموحا في أن يعني تكون موجودة على الساحة السياسية الأمريكية مستقبلا بأن تكون رئيسة للولايات المتحدة أو في منصب آخر وبالتالي كانت حريصة في هذا الكتاب أن لا تجرح أحدا أن لا تكشف أسرارا يعني خطيرة الكتاب بعتبره أنا كتاب للإجابات النموذجية هي وزيرة خارجية جميلة والولايات المتحدة دولة فاضلة ومن النادر أن هي أساءت لأي دولة أو أي شخص إلا فيه استثناءات قليلة جدا بالمناسبة الكتاب تعرض إلى حملة تشويه متعمدة من بعض وسائل الإعلام المغرضة وكل واحد كان عاوز يثبت شيء يقول قالته هيلاري كلينتون وهذا غير صحيح يعني 90% مما روسب إلى هيلاري كلينتون في هذا الكتاب ليس صحيحا ولكن دي قصة أخرى هيلاري كلينتون اللي ما كانتش عاوزة تسيء لأحد لم تتردد في أن هي تشير بوضوح للدور القطري النشط للمحاولة استغلال ثورات الربيع العربي لزيادة نفوذها ودعم جماعة الإخوان المسلمين وتمويل الجماعات الإسلامية المسلحة في ليبيا وفي سوريا ويعني واستخدام قناة الجزيرة وضفتر الشيكات الخاص بيها لتحقيق هذه المقارب وقالت نصا كده إنه قطر مثل باقي قيرانها من دول الخليق ليس لها علاقة تذكر بالديمقراطية أو باحترام حقوق الإنسان الكونية ولكن قطر كانت لها علاقة استراتيجية مهمة جدا بالولايات المتحدة لأنها تستضيف قاعدة جوية رئيسة في الإشارة إلى قاعدة العديد العسكرية وقالت إنه ذي أمير أن HBJ اللي هو حمد بن جاسم اللي كان وزير الخارجية وقتها منوفر تو تيك أدفانتج أن أمير قطر وقتها وبزير خارجيته سعوا للتحايل للاستفادة من الفوضى التي تضرب المنطقة ليضعوا قطرا كزعيمة أو لراعي للثورات العربية وقالت إنه نصا هدفهم كان تحويل بلدهم الصغير إلى قوة كبيرة في الشرق الأوسط بدعم جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى في المنطقة وقالت إنه الملكيات أو الأنظمة الملكية في الخليج شعرت بالخوف لأن هذا بالضرورة سوف يؤدي إلى زعزعة نظمهم أو زعزعة الاستقرار لكن القطريين وجدوا في هذه الثورات فرصة لمد نفوذهم وبناء علاقات مع اللاعبين الجدد اللي ظهروا بعد ثورات الربيع العربي في الإشارة لجماعة الإخوان المسلمين ونشر ثقافة القطريين من ناحية وهي سمتها كده المحافظة وفي نفس الوقت إلهاء الرأي العام الداخلي في قطر عن نقص أو عدم وجود إصلاحات حقيقية في الداخل القطري وقالت ما هو أخطر قالت باستخدام القوة الناعمة للجزيرة وضفتر الشيكات القطري العميق يعني الكبير فإن الأمير ووزير خارجياته حمد بن جاسم بنك رولد مرسي مولوا مرسي في إشارة إلى الدكتور محمد مرسي الرئيس الأسبق لي مصر وفنلد ويبنز وأخدقوا أو أرسلوا الأسلحة للمتمردين الإسلاميين الجماعات الإسلامية المسلحة في كل من ليبيا وسوريا وبنوا علاقات قوية جديدة بجماعات حماس دل قالته وزيرة الخارجية بشكل معلن في كتابها 2014 التي سعت فيه ألا تجرح أحدا فإيه هو الجديد الذي أضفته كل هذه الإيميلاد الثلاثة وتلاتين ألف ده سؤال بالمناسبة حتى في التفاصيل يعني وسائل الإعلام بتتكلم مثلا على وثيقة أنه السعودية وقفت موقفا حازما من محاولات الأمريكان دعم ثورات الربيع العربي وقالت أنه الوزير الخارجية الأسبق سعود الفيصل أغلق الهاتف في وجه هيلاري كلينتون حين طلبت منه عدم التدخل لدعم النظام في البحرين في بداية 2011 بعد اندلاع ثورات الربيع العربي الحقيقة بغض النظر عن وقعت إغلاق الهاتف التي لم أجدها وقد يكون لأنهم تلاتة وتلاتين ممكن يكون موجود في أي رسالة لكن أنا شخصيا لم أصل إلى هذه الرسالة وطلبت من بعض أصدقائي اللي قدوا ساعات لم يصلوا إلى هذه الرسالة اللي بتقول أنه الأمير سعود الفيصل أغلق الهاتف في وجهه هيلاري كلينتون لكن دي تفصيلة قد يكون حرث قد يكون وصلوا في وسط هذا الكمب الهائل الرسالة لم أصل إليها لكن مش مهم مضمون الكلام ده موجود بالنص في كتابها هارد شويسيس اللي قالت فيه أنه إحنا واجهنا موقفا صعبا لأنه إحنا دعمنا المتظاهرين أو الثوار في مصر ضد الرئيس مبارك ثم فوجئنا بموقف مشابه في البحرين حيث أن الأغلبية من السكان من الشيعة ضد الأقلية أو النظام الحاكم السني اللي كان موجود هناك وبالتالي إن إحنا دعمنا هؤلاء الثوار يبقى إحنا كده بندعم النفوذ الإيراني في هذا البلد وإذا إحنا دعمنا النظام يكون إحنا بالناقة أنفسنا وقالت إن إحنا كنا في موقف صعب وبتشرح إنه هي فوجئت في يوم 13 مارس برسالة من الملحق العسكري في الرياض بيقول أن هناك تحركات عسكرية مريبة من القوات السعودية في اتجاه البحرين فاتصل أحد مسؤوليهم بوزير الخارجية الإماراتي فأكد المعلومة أن قوات درع الجزيرة في طريقها إلى البحرين وأنه في آلاف من القوات السعودية ذهبت إلى البحرين لدعم النظام هناك في موجهة الثوار أو المتظاهرين اللي كانت السعودية وعدد من دول الخليج تثقوا أنهم مدعومين من إيران أو إن نجحوا سوف يخدم ذلك المصالح الإيرانية في البحرين وبالتالي وهدت استقرارهم وقالت بالنص أنهم أن السعوديين والإماراتيين وباقي الدول الخليجية باستثناء قطر لم يجدوا أنهم في حاجة لإختارنا يخطروا الولايات المتحدة أنهم سوف يتدخلوا في البحرين العسكريين وأنهم ما كانوش عندهم النية أن يسألونا إذننا ولا حتى أن يفكروا في فكرة أنهم يتوقفوا إن توسلنا إليهم أو إن طلبنا منهم يعني كان السعودية والإمارات والكويت ومغدين قرارهم بشكل حاسم أنهم ما يتدخلوا لن يطلبوا إذن من الولايات المتحدة وإن طلبت منهم الولايات المتحدة فلن يستجيبوا وهو دا اللي حصل أشارت إلى المكالمة بينها وبين الأمير سعود الفيسد رحمه الله وقالت له أن هي ادينا توقف بلاش ترسل هذه القوات ولو أجلها 24 ساعة فقط ادي فرصة للمفاوضات اللي كان بيشرف عليها دبلوماسي أمريكي في البحرين لكنها قالت أنه استمع إلى المكالمة وكان إمبلاكبل إمبلاكبل يعني إيه يعني لم يظهر يعني أي قدر من المرونة في تقبل كلامي رفت تماما وقال لها بالنص كده يجب أنه هم المتظاهرين أنه هم لازم يروحوا بيوتهم أولا وبعد ما يروحوا بيوتهم ممكن نبتدي نتحدث عن أي اتفاق أو أي تفاصيل يعني إحنا ما كناش محتاج كل هذه الرسائل عشان نقول إنه كان فيه استقلال فيه أولا شك من الأنظمة العربية وخصوصا في السعودية والإمارات في النواية الأمريكية وما كناش محتاجين للوثائق عشان نقول إنه هم يعني ذهبوا أو تصرفوا بعيدا عن الإدارة الأمريكية بالمناسبة هليري كلينت بتقول على عكس قالت عبارة خطيرة جدا فيه الكلام بتقول على عكس الاعتقاد الشائع فيه الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة عمرها ما كانت يعني بتحرك عرائس فيه الشرق الأوسط ولا عمرها كانت قادرة على عكس ما الناس بيعتقدوا إنها بتحقق أي نتيجة هي بترغبها وقالت الكلام ده يعني شرحت فيه بإسهاب كتير ما حدث في مصر وما حدث بعد ثورات الربيع العربي في كثير من الدول إذن الكلام موجود وحتى وقعت التليفون التي لم أجدها فيما يتعلق بي الأمير سعود الفايسل وجدت واحدة مشابهة فيما يتعلق بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله النهيان اللي قالت إن أنا كلمته علشان أطلب منه إنه يعني يساعدنا في التدخل في ليبيا لأنه هما كانوا خايفين في 12 مارس كانت جمعة الدول العربية طلبت تدخل الأمم المتحدة علشان تفرض منطقة حظر جوي على نظام القذافي حماية للمتظاهرين وبالتالي كانت الولايات المتحدة والدول الغربية مش عاوزة تتدخل في ليبيا إلا بعد أن تتدخل معها الدول العربية وقالت بالنص إن أنا بعد أفغانستان وبعد العراق مش عاوزة صورتنا تكون إن إحنا مش عاوزة أبانك إننا احنا بنى شن عملية عسكرية مرة أخرى على دولة إسلامية ونجد نفسينا في حالة عداء لا ينتهي كنا عاوزين نبقى مع دول عربية وإسلامية أخرى علشان ما نواجهش برفض أو تبقى في موجة كراهية لينك قوة احتلال لكن فوجئت هي إنه بعد ما تكلمت مع وزير الخارجية الإماراتي إن هي حست إن هي بتتكلم ثم في مرحلة صنط طويل ثم مات الخط وقالت هل إحنا وصلنا إلى هذا المرحلة يعني في إشارة إنه يبدو إنه ترك الخط ولما راجع الخط قلت له أنت سمعني وبعد انضحك وقال لها إن إحنا مش هنتدخل في ليبيا طالما أنت ما بتدعميش موقفنا في البحرين وعندين طلبت إن هي تعدل موقفها بحيث إنه يكون متوازن في البحرين وفي مقابل إنه الدولة العربية تساعدها في التدخل في ليبيا يعني لو كانت يعني ما فيش أوضح من كده الكلام هو أوضح وسهل لا عاوز أقوله حتى لا أطل عليكم إنه ما جاء في هذه الوثائق لم يكن يحتاج إلى يعني يعني ما جاء في الوثائق لم يكن يحتاج إلى وثائق سرية لتؤكده الأضياء الرئيسية إن فكرة إن الولايات المتحدة دعمت جماعة الإخوان المسلمين قصة قتلت بحثا وأعتقد أن أفضل ما يعبر عن موقف الولايات المتحدة بهدوء هو وثيقة PSD 11 أو الأمر التنفيذي للرئيس أوباما اللي كان بيتعلق بإصلاحات الشرق الأوسط أنا شرحته بالتفصيل الممل في حلقة تحمل هذا الإسم خايف إن أنا أعيده علشان ما يكونش اختصار مخل لكن لمن لم يشاهد الحلقة وأستأذنكم أن تشاهدوها موقف إدارة أوباما كان باختصار شديد جدا من أغسطس 2010 إنه كان بيعتقد أن في أنظمة عربية سوف تسقط وكانت منها النظام في مصر وكان بيعتقد أن الأفضل أن نستعد لسقوط هذه الأنظمة وبما إنه الشعوب العربية في تقدير الرئيس أوباما ساختة على الأمريكان لأنهم يفرضون عليهم أنظمة لا يحبونها فإيه المانع؟ إن الأمريكان يباركوا حركة يعتقدوا أن لها قبول في الشارع وهي جماعة الإخوان المسلمين طالما أن هذه الجماعة سوف تخدم مصالحنا كان عنده تأكدات من جماعة الإخوان المسلمين أننا سوف نحافظ على مصالحكم كلها في المنطقة إذا كانت القواعدة العسكرية إذا كان المرور الآمن من قناة السويس إذا كان تدفق البترول وأمن إسرائيل إذا كان الاقتصاد السوق الحر وقلت لكم إن تأكدات وإنه كانت ثقة إدارة أوباما للإطمئنان إلى جماعة الإخوان المسلمين مبنية على أمرين واحد أنه اعتقدوا أنه أي أنظمة سوف تنتج عن جماعة الإخوان المسلمين سوف تكون مشابهة لحزب العدالة والتنمية بكارة أردوغان في تركيا اللي كان يبدو مثالا لحزب الإسلامي المعتدل الصديق للغرب قبل ثورات الربيع العربي الأمر الذي تغير لاحقا الأمر الثاني تأكدات جماعة الإخوان المسلمين والتطمينات الهائلة اللي قدموها المسؤولين الأمريكان إلى درجة أن رئيس المخابرات الأمريكية وقتها كلابر قال أن هذه جماعة مدنية علمانية ثم عاد واعتذر بعد كده وقال أن أنا لم أكن أقصد ذلك تماما لكن خلصت الكلام أنه كان فيه ما يؤكد أنه الإخوان بيقولوله نحن جماعة مدنية علمانية يمكن أن تتقف فينا وأنا كصحفي مصري سمعت ذلك من بعض قيادات الإخوان المسلمين على التلفزيون المصري بيقولوا نحن جماعة مدنية علمانية يعني اسكلمة مدنية تعني علمانية في السياق العربي في كل الأحوال هذه وجهة النظر اللي كانت محلة أغذ ورد ثبت أنها غير دقيقة وفشل الفكرة اللي بانت عليها الإدارة الأمريكية دعمها لإخوان المسلمين وبالتالي إزاء الرفض دول الخليج لوجهة النظر الأمريكية لشعورهم أن ده بيمثل خطورة عليهم ثم ما حدث في بصر في يونيو 2013 وجد الأمريكان أن مشروعهم كله بقى بالفشل وبالتالي ابتلعوا كبريائهم وأداروا ظهرهم لجماعة الإخوان المسلمين نسبيا وخلاص دعموا الجماعات أو القظمة مثلا الرئيس السيسي في مصر دعموا موقف الخليجيين وظلت المسألة يعني التساهلوا أو دعموا موقف الدول الخليجية لأنه ببساطة وجدوا أن وجهة نظرهم فشلت وهم عايزين يحفظوا على مصالحهم وخلاص يعني استسلموا استسلم الرئيس أوباما وأقطاب إدارته لكانوا مختلفين أصلا على نهجه للمستجدات الجديدة وانتهت المسألة لا أكثر وليس أقل أستأذنكم أن تشاهدوا الحلقة يبقى السؤال الأهم تم دام ذلك كذلك ليه كل الاهتمام الكبير جدا بهذه الرسائل الإجابة ببساطة تتعلق بأمرين الأمر الأول أن هذه الرسائل جاءت في سياق الحرب المتبادلة بين الإعلام الإخواني المدعوم من تركيا وقطر وبين الإعلام الموجود في كثير من الدول العربية الإخوان بيستخدموا كل الوسائل المشروعة وغير المشروع لتشويه هذه الأنظمة والإعلام في هذه الدول بيستخدم كل ما هو مشروع وغير مشروع لتشويه قطر وتركيا وجامعة الإخوان المسلمين وبالتالي لما بتظهر في إطار هذا الأجواء الحامية والمنقسمة جدا لما بتيجي هذه الرسائل وجدت وسائل الإعلام والمسؤولين في هذه الدول فرصة مناسبة جدا لتوجيه ضربة قاسية إلى قطر والجامعة الإخوان المسلمين اللي هم بدرهم سعوا أن هم يبحثوا في هذه الوسائل عما يسيء إلى هذه الأنظمة بس اتنين وهو الأهم طبعا في بعض الدول برضو حبت تاخد من هذه الرسائل ما يؤكد يعني على وطنية النظم اللي موجودة فيها وعلى أنه هناك مؤامرات خارجية كانت تحك ضدهم ودي قصة يعني يعني يطول شرحها ممكن نتكلم عنها في وقت آخر اتنين وهو الأهم أنه بعض الدول العربية لا تشعر بالارتياح لاحتمال أن يفوذ جو بايدن خوفا من أن يكرر نفس سياسات سلفو أوباما لأنه كان نائب الرئيس وبالتالي يعود مرة أخرى لدعم جامعة الإخوان المسلمين ويدغط على هذه الدول بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى آخره وبالتالي فهم لهم مقربين من الترويج لهذه الرسائل واحد أنه يضغطوا على الإدارة الديمقراطية القادمة ضغطا عنيفا بالتأكيد على أنه هما لن يكونوا مستعدين أو لن يقبلوا باستمرار أو باستئناف ما فعله أوباما بداية من 2010 ل2013 مرة أخرى فإما بالتالي يعني يعني يحاول يضغطوا بحيث أن بايدن إن وصل للحكم لا يستقن في سياسة سلفه خصوصا لأن فيه مؤشرات على أنه بايدن ربما يتبنى نفس هذه الوجهات النظر السابقة تحت ضغط عدد من مستشاري اللي هي وجهه مألوفة للدول العربية واللي كانت متحمسة لجامعة الإخوان المسلمين ومتحمسة للتغيير في الدول العربية وإذا أصر الرئيس بايدن على هذه السياسات وأنا أشك في ذلك يبقى هذه الدول والمسؤولين في هذه الدول بيمهدوا شعوبهم إلى اشتباك طويل مع إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لكن تقديري أنا أنه هذه المخاوف يعني مبالغ فيها أنا أشك أن الرئيس القادم إن أنصبح رئيسا جو بايدن أنه سوف يتولى أنه سوف يستأنف ما فعله سلفه أوباما لأن مشروع أوباما لم يكن مشروعا لكل الديمقراطيين ده كان مشروع يتعلق بأوباما وكان فيه رؤساء ديمقراطيين سبقوا لم يتبنوا هذه الفكرة الخطيرة جدا اللي هي دعم جماعة الإسلام السياسي على حساب أنظمة عربية موجودة مثلا الرئيس كلينتن لم يفعل ذلك أبدا وأشك أن بايدن سوف يفعل ذلك وفيه كتير جدا من المؤشرات اللي بتقول أن حتى الكلام اللي قالوا بايدن أثناء الحملة الانتخابية ضد الأنظمة العربية ليس إلا دعاية انتخابية زي ما ترامب بيقول كلام يرضي به القاعدة الانتخابية ليه بايدن بيقول كلام يرضي القاعدة الانتخابية المؤمنة بالليبرالية وحقوق الإنسان وتغيير الأنظمة المستبدة دا كلام لكن وانس إنه يصل إلى البيت الأبيض بالرئيس بايدن على الأرجح سوف يتبع سياسة خارجية تختلف تماما عما يتوقعه الكثيرون إزاي وليه دا إن شاء الله يكون لي حلقة أخرى أشكركم وإلى لقاء